يوسف الشريم كان بيحب التمثيل قوي. كلنا عارفين. كان نفسه يكون ممثل. كان نفسه يكون ممثل. طبعا هو راح امريكا درس التمثيل. اه يعني هو امنيت حياته كان يكون ممثل. افتر من. هملت. هملت. اه طبعا. كانت عقدته في حياته. عقدته في حياته. وحمققها مع كل الممثلين اللي شغلوا معها. من اول عمر الشريف. محسن محيددين. خالد النبوي. هاني سلامة. كله. عمر سعد. كله. مصطفى شعبان. يوسف الشريف. عزة العليلي. هقول مين ولا مين ولا. كله. كله. ها يعني. كل الناس. كله. طبعا. وهو كان شخصية كارزمتية. يعني. اوي. 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 ما ينفعش يبقى من انت قدامه فيه يوسف شهين. ومتحاولش تستفيد منه او تقلده او يعني فا. وبعدين كان فاهم وواعي ومضرك. ومثقف. ومتعلم. كان متعلم. لغات. طبعا. ومزيكة. كان بيفهم في كل حاجة. اصل العلام ده يا استاذ سيف مهم جدا. ومعلم وثقافة. وبعدين كان بيعلم. يعني احنا كل يوم حد كنا بروح اربع ساعات في معدل السينما. يعلم التلامزة. يدي دروس للي عايزين يبقوا مخرجين. وطالع من تحت ايده الفتاح لكلهم. كل اللي بحكم. اللي بشغالين في مصر دولاس. كل الفتاح. سيد علي بضرخان. والسز. يوسري نصر الله. وعرف. يوسري نصر الله. ومش هقول مين ولا مين. مخالد الحجر. واسمال بكري. كسير او. اه طبعا. النهاردة سيف عبد الرحمن اشتغل مع يوسف شهين. اللي خلي حضرتك تمثل. يوسف شهين. طيب. هل يوسف شهين اختارك عشان تمثل عشان ان كنت راجل حلو. ولا علشان كنت موهوب بجد. ولا كنت علشان صديقه ومعاه في المكتب على طول. يعني بالتأكيد هو اول ما شاف شاف شاب مصري شاب بيتمطط وحلو. هو كان يحب الناس اللي شكلها حلو. اه هو كان طول عمر هو جميل ويحب الجمال. صح. لو قالهاي على فكرة في حوار. اه. قال لي على فكرة انا ما اقدرش اجيب ممثل شكل وحش. اه لا. قال لي حتقولي لي اصله بيعمل وبيسوي. مش عاش. اه. لازم تحبي الممثل لشكله بارك. اولا. اول حاجة شكل. وبعدين تيجي بقى الموهوبة. ده هالي هو بعض من تلفينه يعني صح. اما حكاية الصداقة لا انا ما اعتقدش ان انا اشتغلت معاها عشان احنا صاحبه. بالاكس انا كنا نقض نتكلم في اي حاجة. وكنت انا اقترح عليه اسامي موثلين. وبعدين كان بياخد شخصيتي اللي هو بيعرفها وبحبها. يديها للموثلين تانية يعملوها. يعني محمد منير في حدوطة مصرية مع عمر مع نور الشريف. ده دور سيف. ده اسيف لحقيقة في الحياة. بس ده للمونير. لان انا كان شايف للمونير وكان عايز يطلع صوته. يعني احكيت ان انا صاحبه اشتغل. لا. صاحبه اي خلي بال علي. احبني اعلمني اه. لكن اشتغلني عشان انا صاحبه. وكنت معاك كده كده في المكتب. كنت مشتغل وموهب في المكتب. اه. سواء ما مسلتش فانا معاه في كل صناعة السينما كصناعة. انتاج توزيع علاقات عامة. دور عرض. يعني هو كان متعدد. هو اكاديمية يعني هو كان بيقوم بشغل الدولة بحالها. صح صح.